بسم الله وعلى بركة الله باسمه نبدأ وباسمه نستعين مشاهدين ومتابعين الكرام هكذا انطلقت مسيرة الاصالة مسيرة التحدي في ميدان التحدي انطلق هذا الشوط الاول الشوط المخصص ليلحيل للاشواط المفتوحة تجرى هذه المنافسات على امتداد مسافة الثمانية كيلو مترات هذا هو الشوط الاول اذا انطلق بانطلاقة الاسماء العملاقة انطلق بانطلاقة الاسماء القوية هذه الاسماء الرنانة التي نتابعها وبالتأكيد فانكم عرفتموها قبل ان نعلق عليها لما لها من مكانة مرموقة في نفوس العشاق ابدأوا مباشرة هنا مع المقدمة ومع المركز الاول اذا كتارا تحتل المركز الاول حفلنا الكريم ها هي كتارا التي عرفتموها جيدا تحتل المركز الاول كعادتها دائما في قصة عشق لا تنتهي ابدا مع الناموس ومع الصدارة كتارا اذا تقود لواء المنطلقين لهجن الشحانية بقيادة وتوجيهات سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اتابع المركز الثاني هذه شيء وهي شيء والله انها شيء انشوف الان اللي تحتل المركز الثاني وانتظروا مفاجهات شيء لهجن الشحانية ويضمر شيء جابر بن سالم بن فاران المري اما المركز الثالث فتتقدم من خلاله الضبي لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف انهيان ويضمر الضبي علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي المركز الرابع وصلت ليالي ليالي الان تتدخل لتعبر عن امكانياتها وعن قوتها وتتواجد في المركز الرابع ليالي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمر ليالي فيصل بن طالب المري اما المركز الخامس فهنا منوة هي من تحتل المركز الخامس لهجن الشحانية ويضمر منوة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الاولى المتقدمة وشيء غيرت الى المركز الاول عندها شيء واسمها شيء وتبعث عن شيء تبعث بكل تأكيد عن الناموس هذه شيء اذا لهجن الشحانية ويضمر شيء جابر بن سالم بن فاران المري من اطلق لها العنان من اطلقها في هذه الافاق الجميلة لتتقدم بهذا الخيالاء الكبير شيء اذا في المركز الاول بينما كتارا هي من تحتل المركز الثاني وتنطلق هذه العملاقة في المركز الثاني لهجن الشحانية يضمر العملاقة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ليالي لان تتواصل هنا في المركز الثالث تتواجد في ميدان الشحانية وما اجمل ليالي الشحانية يا ليالي ليالي اذا تحتل المركز الثالث حاملة شعار قوي جدا وشعار معروف جدا ايضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيدة المكتوم نرحب به اجمل ترحيب هنا في ميدان التحدي ليالي اذا تنطلق في المركز الثالث بينما من يتولى عملية الاهتمام بها هو المضمر مضمر القرن الخطير في صلب طالب بن شفيع المري اتابع المركز الرابع هذه هي الضبي من تنطلق في المركز الرابع وهي ايضا ضيفة عزيزة قادمة هناك من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تحمل شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيفان هيان ويضمرها المضمر المتواجد بيننا منذ سنوات طويلة وهو المتواجد علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي اما المركز الخامس فهذه منوة ما اجمل مناوي منوة اكيد بان امنيتها الاولى هي حصد نقطة هذا الشعور في هذا التحدي في هذه الانطلاقة الاولى الرئيسية هذه منوة ايضا لهجن الشحانية تنطلق في المركز الخامس يضمر منوة عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الاولى وهناك ما زالت شيء ما زالت شيء تجتاح المركز الاول اجتياحا قويا وتتواجد على قمة الهرم تتواجد هنا في رياض المركز الاول في منطقة عامرة دائما بالاسماء الكبيرة شيء وهي شيء في المركز الاول لهجن الشحانية يضمرها المضمر الابن الذهبي جابر بن سالم بن فاران المري ولا انسى يا جابر عندما تغلبت على والدك في احد الاشواط الرئيسية وكأني بالشاعر يقول اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني هذا هو الابن الذهبي اذا يحتل المركز الاول التلميذ الذي تغلب على الاستاذ في مرحلة ماضية ولكن يا ويلكويلة من الذهبي هذا ارعب كبار المضمرين فما هو شأنك ايها المبتدئ في مجال التضمير ولكن انت مبتدئ وقاعدتكل قاعدة كبيرة انت مستند عليها مع الذهبي سالم بن فاران المري اووو يا كتارة الله يا كتارة عندها اعلوم وعندها اخبار وعندها اشياء كثيرة Administrator 3 هذه كتارا الان تحتل المركز الثاني يعشقها الميدان بل تعشقها الميادين ويحبها الجمهور العريض لهذا الشعار الأدعم ها هي كتارة عرفتموها في العام الماضي وفي الأعمام الماضية لطالما عشقت الناموس ولطالما نافست على الرموز وانتزعتها انتزاعا مميزا كتارة إذن في المركز الثاني تنطلقون بالشعار الأدعم المملوك لهجن الشحانية ويضمر كتارة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث هنا مشاهدين ومتابعين الكرام أرى بن شريم يقدم ليالي ويحتل مع المركز الثالث هذه ليالي إذن لسموه الشيخ حمدان براشد بن سعيدة المكتوم يضمرها مضمر القرن فيصل بن طالب المري المركز الرابع الضبي الله يضبي تنطلق وتندفع في المركز الرابع لسموه الشيخ محمد بن خليفة بن سيف أنهيان ويضمرها علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي أما المركز الخامس فهنا منوى لهجن الشحانية ويضمرها أيضا المضمر العملاق الكبير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذه نتيجتنا وحتى الآن لم يستجدوا ولم يطروا أي طار من الأسماء الأخرى على هذه الأسماء التي أعلنت وفرضت قوتها على المراكز الخمسة الأولى ما شاء الله نحن في هذا اليوم الختامي هنا في ميدان الشحانية هو يوم مبارك إن شاء الله لأن أمطار الخير والرحمة بدأت تتهاطل على الميدان كما تهاطلت صبيحة هذا اليوم الطيب أعود إلى شيء من تحتل المركز الأول هذه شيء ومثل ما قلنا لكم عندها شيء شيئدا في المركز الأول لهجن الشحانية يضمرها أحد الشباب المميزين مضمر مزون من انتزعت الشلفة الذهبية في سن اللقاية البكار المفتوح إنه جابر بن سالم بن فاران المري بينما المركز الثاني هنا كتارة تقترب بل هي لا تسير جنبا إلى جمع شيء في المركز الأول كتارة لهجن الشحانية يضمرها عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مضمر الجزيرة وغند وأيضا المركز الثالث المركز الثالث مشاهدين الكرام لالليالي ليالي تحتل المركز الثالث لسموه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ها هي ليالي تقترب ويقترب معها مضمر القرن من الكيلوين متر الأخيرة إذن نداء كيلوين متر هي المسابة التي تبقت إلى خط النهاية أرامي وأيضا تحركت تحركت وبدأت تنطلق انطلاقها مغايرة تماما على الانطلاق التي شاهدتموها قبل قليل بدأت تزيد من سرعتها وتصمم كل التصميم على مقارعة ليالي وشي وكتارة إنها منوة من تحتل المركز الرابع المركز الخامس الضبي ليسموه شيخ محمد بن الخليبة بن سيب بن محمد أنهيان ويضمرها علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي الله يا شيء الله يا شيء هذه شيء وهي شيء وانطلاقتها شيء واسمها شيء وشعارها شيء ومضمرها شيء وكل ما فيها شيء الله 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 الكيلو والنصف الكيلو الأخيرة يا سلام على هذه الأمتار أمتار تحمل أشياء وشيء أيضا عندها أشياء يا سلام شوفوا 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 المنافسة ما بين شيء وكتارة كتارة الآن الآن بدأت تصمم أراها كأني بالحملاق بدأ يكلمها وبدأ يتحاور معها فقط عبر الجهاز اللاسلكي كتارة تحت المركز الثاني ولكن شيء ما زالت صامدة ما زالت صامدة وما زالت متمسكة بحقوق المركز الأول الله يا شيء شيء وكتارة كتارة وشيء المنافسة قوية على المركز الأول ما بين هذين الاسمين اقتحم الآن الكيلو متر الأخير مع الأسماء التي اقتحمت الغلاف الجوي لهذه الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة المركز الثالث وصلت شوق الآن وتدخلت إلى المركز الرابع شوق لسموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وصل شعار سموه الكريم على ظهر شوق بينما المضمر هو سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري واعود إلى كتارة يا السلام انطلقت كتارة على حساب شيء وتواصلت مع المركز الأول كتارة إذن انطلقت انطلاقة لا رجعة فيها عن النموز يا سلام كتارة إذن في المركز الأول عادت شيء مرة ثانية شيء عادت من جديد الهجن الشعانية مع جابر بن سالم بن فاران الله الله ولكن يبدو بأن الشوت شوت كتارة خلاص حسمت الموقف ويا سرني ويا طيب لي أن أنقل السلامات والتهاني إلى هجن الشحانية على انتزاع كتارة لناموس الشوط الأول الرئيسي كما أوهني بدور المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على تضميره لكتارة التي عانقت النموز في الشوط الأول مركز الثاني شيء لهجن الشحانية المركز الثالث جاءت فيه الضبي لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيفان هي المركز الرابع كان من نصيب شوق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمركز الخامس كان مع ليالي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مشاهدين ومتابعين الكرام أينما كنتم هكذا عشنا هذه الأجواء الأصيلة هذه الأجواء الجميلة والجزيلة بعطاء الأصائل كتارة قطعت المسافة في توقيت مميز 12 دقيقة 56 ثانية عشرة أجزاء من الثانية تهانينة لهجن الشحانية على فوز كتارة بالمركز الأول والثانية للمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي شيء جات في المركز الثاني وما قصرت توقيتها 12 دقيقة 58 ثانية 13 جزءا من الثانية تهانينة لهجن الشحانية ولمضمر شيء ساء جابر بن سالم بن فاران المري الضبي جات ووصلت في المركز الثالث وأيضا قدمت مستوى كبير بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 59 ثانية 35 جزءا من الثانية تهانينة لمالك الضبي سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيب بن محمد النيان والتهاني للمضمر علي بن سعيد بن مبارك